عالم الألعاب عم بينفط غبرة السنين القابل عنه ويرجع للطريق الصحيح وهي دي العودة ما بتكمل بلا ما نشهد تقليد سنوي كلنا من انترو على أحر من الجمل لنشوف أي ألعاب اتميزت وحصلت على الجواية والأهم نكتشي مشو حطين للمطورين والشرق بجعبتهم من مفاجآت بين ألعاب وإصدارات جديدة نسخة 2021 من الجيم اووردز كانت فعليا مسك الختام لهالسنة الغريبة وبإحتفال ضل 3-4 ساعات جوف كيجلي يقدم لنا عرض مشوق وناجح راكلنا مجال انه نطمن بالنا انه عالم الألعاب بعده بخير هلا بخصوص الجوايز ديرويكس ما راح يغوز بتفاصيلهم راح نضغر للشقف اللي كلكم متحمسين له ويلي هي أهم إعلانات الألعاب اللي انعرضت خلال الحفل وشو طوقعاتي لقلة؟ أكتر من لعبة نالت إعجابة هايدي السنة واخترت لكم منها ليحة بأهم الإصدارات يلي انعلن عنا وبتستاهل النطرة هلا جميع بعكم دراء واليوم راح نحكي عن أهم أعلانات بجيمز ووردز بعرف قلتلكم ما راح نفوت بتفاصيل الجواية بس قبل ما بلش ما فيني منوه بكم واحد من الربحين في لعبة واحدة حابب أحكي عنها يلي هي لعبة التايكستو يلي كسبت جايزة أفضل لعبة بالسنة وبكل جدارة واستحقاك كثير من يكون راح يتفاجأ منها ليه؟ لأنه هيك نوطن الألعاب بطل كثير عمين عمل منه هو النوع اللي مجبور تلعبه مع لعب تاني بشكل تعاوني لعبة التايكستو بتنلعب مثل الألعاب لقدام انت وشخص على شاشة واحدة مفصولة لجزئين وكنا نفاكرنا من أرضو هالألعاب المهم هي لعبة عن اثنين مجوزين وبيصغروا بالحجم على نسق فيلم القديم المهضوم هاني اي شرنك دي كيدز وكل العناصر بلعبة التايكستو بيكونوا عايشين من كتب لمسمير لحيال لشي ممكن تتخيلوه لعبة كتير فيها تنوع باللعب مطارح بتصير عنسق سبوي سورفر ومطارح عنسق ألعاب إيتل القديمة مثل مورتال كومبا نين بيوش بعض وبمحلية تحول عنسق سوبر ماريو وبتمشي بقلب خريطة صغيرة وبتنطوها الأخبار يعني ما فيك توصف اللعبة بنوع واحد لأنها كتير متنوعة وهيدا الشي اللي بيخليها مميزة وممتعة وواحدة من أجمل ألعاب هالسنة خصوصا إنه حققت نجاح كبير على الصعيد المادي فكيد من جهية الملاجعات كمان فمن الطبيعي إنه تنال جهزة هالسنة وبحب لكم أن المخرج هاللعبة وهو واحد من أبطالي الشخصية جوزاف فارس اللبناني يلي عم يقدر يقدم إبداعه للعالم كله وعم يتفش عالم الألعاب ميت فشخة لقدام كلنا بنفتخر فيه كعرب وهلأ لنبدأ مع أفضل الألعاب اللي نعرضوا بالحفل واللعبة الأولى معنا هي Alan Wake 2 يلي جمهورة صار له سنين ناطر جزئين منهم لعملها ريماستر بجزء الأول مش من زمان ونجح بس ما كان فيها محتوى جديد بطبيعة الحار وهذا هو اللي خلت جمهور اللعبة يضل محمس للجزء الثاني اللي وأخيرا تم الأعلان ينزل مع بداية سنة 2023 Alan Wake هي لعبة عن كاتب بيشوف أشخاص شريرة ووحوش ما حدا غيره بيشوفهم وهدفهم أن يحاربوا ويقتلوا بالجزء الأول بيكون عم بيحربهم ليجربي يلاقي جواب لمشكلته ويكتشف كيف يحل أما الجزء الجديد وحسب ما فرجونا بالتريلر ما نبين شو قصته بعد بس لهيئة أنه بعده عنده نفس المشكلة لكن مع وحوش وأعداء جديد وأصص زيادة وكرافيكس بعقده حسب ما نبين بالفيديو وهذا الشيء ترك كل الجمهور اللعبة من بهر ومش مصدق نهار اللي بتصدر فيه اللعبة الثانية ما نحكي عنها هي Horizon Forbidden West يلي هي جزء جديد للعبة Horizon Zero Dawn من إصدار Sony Studios يلي حققت نجاحيئي الأول ما صدرت على PS4 بعام 2017 ورجعت انتقلت على PC على متجر Steam للألعاب بسنة 2020 ونالت تقييمات كثير إيجابية من اللعبين وهي دا كان الطريقة مثالية ليخلوا العالم تنطر جزء جديد من أطرة واللعبة بتحكي قصة بنت اسمها أيلوي هي وصغيرة بتاخد قوة غريبة ما بتفهمها وبتبطل قادرة تسيطر عليها فبيجي زلمة اسمه روس بيهتم فيها وبعلمها تدافع عن حاله وكيف تتصير بقوس النشاب لا تبقى على قيد الحياة بعالم كله مخاطر قدم بموت راس وهي بتقالة تنتهيم بابابابابابابا فيكم نشوف القصة كلهم اللعبة الهلاء أمبيني كثير حلوي خصوصا انه التريلر جديد لقلا بفرجة قدرات جديدة لأيلوي الصورة والألوان وباقي الجرافيكس متطورين جدا و بس رح ننطر لـ 18 باطة 2022 هتقدر نلعبها اللعبة الجديدة اللي بقى نحكي عنها هي A Plague Tale Requiem الجزء الثاني للعبة A Plague Tale Innocence يلي نزل بـ 2019 وجزء الجديد رح يصدر خلال سنة 2022 و هيكون عا كل الأجهزة اللعبة بدور أحداثها بفرنسا بالقرن الـ 14 بوقت انتشر الوباء الطعون والقصة هي عم بنت اسمها أميسيا وخية هيوغو يلي قتلوا أهلهم من قبل الجنود بعمر صغير وخية بيكون مريض بالطعون وهي بدأ تهرب من الجنود يلي قتلوا لأهلها وتحمي خية بنفس الوقت أكيد هي وعم تتفادى أنه طلقت الطعون يعني هشي بخية نحس حالنا رواء هون ما في شي بعد بالـ 2021 ومتل ما نبين بالتريلر جزء الثاني انه أميسيا خية عم بيكملوا مغامرتهم لا يظلون عايشين بوجود الجنود ومرض الطعون وواضح لهلأ أنه هيدا الجزء مركزين فيه كثيرا على تصميم العالم والطبيعة عدا عن تحسنات بالـ Graphics بس هيدا شي متوقع واللافت أنه هي من الألعاب لألال يلي فعلا شفنا Gameplay لألة خلال هيدا الحافظ بينما معظم الأصدارات كانت مجرد سينمائيات و CGI وأكيد سيكون ناطر إصدار هذا الجزء لا أحكي عنه أكثر وأعطيكم تقييم دقييم اللعب اللي سنحكي عنه هلأ كلنا عارفين أنه رح تنزل لكن قدر حفل Games Award أنه يحمصنا عليها أكثر وأكثر مع التريل الرائع اللي عرضوه واللعبة هي Dying Light 2 يلي تأكد تاريخ إصدارها على الأسواء بأربع عشباط 2022 Dying Light 2 هي لعبة نجاة بعالم مفتوح إصادة بتحكي عن شاب اسمه كايل كرين وهو عميل متخفي بعت على منطقة هارن يلي هي منطقة حذر من وراء الزومبي هدفه لكايل أنه يقتل هالزومبي ويصارع للبقاء ليظل عايش أكيبي منبش لإلقاء أسلحته وإغراضه بالبنايات وعى الأرض وبأنحاء المدينة وبيقدر يطورهم من خلال أغراض وقطع Dying Light 2 بتنلعب لعب واحد بطور السنجل كمان فيك تلعبها بشكل كاوب تعاوني لحدود الأربع لعيبة مع بعض جاهزوا حايكون موليغان حسب ما شفنا بالتريلر السينمائي صورة عن جد مخيفة والأجواء بتخوف أكتر انشغل كتير على العوامل الحماس والتشوي حتى الشخصيات بتحسن حيائيين وبالتريلر مبين انه بعضه كايل بنفس المهمة عم بقاوم ويقاتل بأنحاء المدينة والواضح انه الزومبيز اتطوروا وصاروا أقوى وصاروا عندهم قدرات زيادة عن قبل شيئا اللي بشكل تحدي جديد للعبين من عشاء Dying Light وما فقسونا The Games Awards ولا فقسونا شركة صونيك يلي كانوا عم بتسائل علينا على تويتر من كم يوم والإنفوت الأزرق صونيك رح يرجع صونيك فرونتيرز لعبة صونيك الجديدة رح يتم إصدارها بأواخر 2022 تدور أحداثة بمطرح اسمه Starfield Island وهونيك صونيك بده يجري بيوقف تقنية قديمة اختراعها دكتر أجمال ومثل العادة دكتر أجمال اختطف رفقاته لصونيك فأكيد بده يحاول يخلصهم ويوقف الشرية وماكتفوا بس يفرجونا تريلر عن اللعبة تبعهم لأنه رجعوا فرجونا تريلر تاني عن جزء جديد لفيلم صونيك The Hedgehog تريلر تبع اللعبة يبين قدام اشتغلين عليها من ناحية الجرافيكس والألوان ولكن لم أردت أنه كان عندها الأومف لأدى التوقعات ونسبعت كلها النطر عادة تريلر بيعني إعلانتي شوية أنا متشوقت ولكن هذا الشيء ما بيعني أنه ممنى تكون لعبة تسلي وقصتها حلوة وعلينا ننطر شركة DC المشهورة بالكتب الهزلية وأفلام المسلسلات الأبطال الخارئين مثل باتمن وسوبرمان وغيرهم كان إلى من الحصص الأكبر في Game Awards لهايد السنة لأنه انفاجأوني بإعلانهم مش عن لعبة وحدة بل عن لعبتان Wonder Woman هي أول إصدار عينت عنه DC وهي ستكون لعبة بعالم خيالي واسع ومفتوح بدأ في شخصيته الرئيسية ديانا أنه توحد شعبه مع باقي شعوب العالم الطبيعي بس أكيد رح يظهر عقابات ومشاكل كتير قدام هذا الهدف فبتضطر أنه تستخدم قدرات الخارقة العرب وتوصل للي بديه وحسب التريلر مبين قد فيه تركيز على جرافيكس وعلى النواحة التقنية باللعب مثل الطريقة كيف تشبق فيها Wonder Woman الحبل المعروف فيه الذي اسمه The Last of Truth والتأثيرات البصرية عليه الحلوة بكيف يدوه وبيلمعه ويتحرق مبين أنه DC سيقدمون لنا شيء رائع ولكن ليس أرواح من الباتريون بكل الطبقات Gold Diamond لا بلاتينوم What the fuck What the actual fuck وأكيد ليس أرواح من خيالي اليحية إذا أنت كما يحبب تكون رائعة فوت على رابط لبوجك أو بالدسكريبشن أما بالنسبة لللعبة الثانية Suicide Squad Kill the Justice League نزل تفاصيل أكثر عنه وتريلر كامل عن الجيم بلاي تبعه ومبين أن القصة ستكون عن Suicide Squad يلي هني بمهمة ليقضوا على بطل تحول لشردية Flash ولكن هو بيكون مع فرقة The Justice League فقائحة تكون حرب طاحنة بينها الشخصيات حسب الفيديو مبين أنه سنستفيد من قدرات هارليكوين الإيتالية قدرات هادشوت بالقواس مع كل أنواع الأسلحة يلي معه قدرات بيكشوت في أكل الناس وأخيرا سرعت كابتن بومرنج وكلمة عدداته بس إذا تسألوا حالكم لماذا يريدون يحاربون The Justice League لأنه كلهم يكونون مسيطر عراسهم من كائنات فضائية بدأت تحتل العالم ممط اللعب لنعرض لهذا أين لقدم ركزين على منح الأحداث السريعة والمشوئة كل العوامل المعروضة على الشاشة فيها حدة وشرارة يعني فوضى الحرب نقلينها على وصولها اللعبة ستكون بعالم مفتوح ستسمى Arkham Verse وطبيعي يكون موجود في كثير من الأعداء المشهورين مثل The Penguin وغيره Suicide Squad The Justice League ستلاعب بطور اللعب الواحد Single Player أو Multi Player ستكون متوفرة عند الإصدار على أجهزة الجيل الجديد وعلى متجر Steam لل PC وإذا كنتم مثل وعندكم ثقة عالية بأعمال DC خصوصا عندما يأتي الموضوع للجيمز ستكونوا محمسين جربوا اللعبتين أول ما ينزل وآخر لعبي لليوم ستلفت جمهور الألعاب والأفلام بنفس الوقت خاصة على الشئ سلسلة Star Wars اللي هي لعبة Star Wars Eclipse الإصدار الجاية بها السلسلة راح تدور أحداثها قبل كل الأفلام بوقت اسمه The High Republic Eclipse راح تخلي اللعبينا يتنقلوا من شخصية لشخصية ويلعبوا اللعب من منظار كل شخص كل قراره مناخته بأثر على كل العالم وبغير بالقصة يعني شبه ما سفقتو إن شاء الله وهذا النمط عم بيصير مشهور بين الألعاب الجديد وشي بيخلي اللعب قصة أحلى وحمسية أكتر لأن كل قراراتنا بيكون إلا تباعيات بعد مش معروف كيف ستنلعب اللعبة وكيف ستكون بس حرقصونا بفيديو صغير لعبة ببداية تطويرة وما تتوقعوا أبدا تشوفوها عن قريب بس كان دلولة يتحدث عنها بسبب الضجل اللي أخدتها عمواقع التواصل الاجتماعي ثم نورة جمهور السلسلة اللي نطرة تنزل ناطرة لأنه كانت مفاجأة بالنسبة إلهم إنه هيك شي عم ينعمل رسميا على عكس سنين قبل اللي كل شي أخبار عن لعبة Star Wars كان إشاعات مناظل والأشكال والعالم يلي شفناه بالتريلر بيعقدوا ومعهم حقها الأدية يتحمسوا كريميل بس ما بيعني أبدا أنه هالشي بأكد طبيعة الإصدار النهائية لأنه هن قلولنا عم نشتغل عليها تركوا حلق الأعصاب لقلنا قريبنا ألعاب جديدة تم الإعلان عنا بإصدار السيني من The Game Awards أما الأخبار الجديدة اللي نعلن عنا كان أهم تطوير لعبة Battle Royale بفنون إيتالي عم نفسة Epic Game نسخة VR من Among Us وبوب جي للبي سي صارت اللعب ببليش بمحاولة أخيرة أنا ترجع شوي للمنافسة مع غيرها من Battle Royale Little Fortnite و Apex Legends و Warzone بس على الأرجح الخطوة مأخرة شوي وما رح تقدم وتأخر كتير ناطر رأيكم بهالموضوع بالكومنتز أو ناطر F أنا شايف في 2022 مخبيط لنا كتير مفاجآت وألعاب رح تكسر الأرض ونحنا كتير مستعدين لهذا الشيء ناطرينه من زمان اشتركوا في القناة باستباك لذلك الانستغرام تويتش وديزقر شكوا بحي تشيء